بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله و بينا استعين و صلاة و سلاما على أشرف الأنبياء و المرسلين نبينا محمد عليه و على آله أفضل الصلاة و أتم التسليم أما بعد السلام عليكم و رحمة الله و بركاته أهلا بكم عزيزي الطلاب و الطالبات الرائعين و الرائعات في درسنا هذا اليوم في مادة القرآن الكريم و الدراسات الإسلامية أسعد و أتشرف بأن أتواجد من خلال هذا الدرس معكم الأستاذ محمد بن أحمد الناصر بإذن الله تعالى سيكون حديثنا موجه للصف الثالث المتوسط و عنوان درسنا لهذا اليوم الخلق الحسن في الفصل الدراسي الثالث تعليماتها ما يجب علينا الالتزام بها أولا اختيار المكان المناسب للتعلم ثانيا أجهز كتابي و أدواتي المدرسية ثالثا أتابع الدرس بتركيز حتى انتهاء الوقت المخصص له إذن يا أبطال من المهم دائما نكرر و نذكر أنه يجب علي يجب علي أن نتابع هذا الدرس حتى الوصول إلى نهايته كذلك لا ننسى يا أبطال أن يكون الكتاب و القلم موجودة لدينا حتى نستطيع حل الأنشطة و متابعة الدرس الذي نقوم بشرحه و استعراضه و الحديث عنه كذلك يا أبطال مهم أن يكون بعيدين نكون بعيدين عن كل شيء يشغلنا عن هذا الدرس الأصوات المرتفعة مثل التلفاز و الأيباد و الجوال كل هذه يجب أن تكون بعيدة عني حتى أستطيع التركيز أثناء الدرس اتفقنا يا أبطال اتفقنا إذن لنبدأ على بركة الله نتأكد من غلاف الكتاب لدينا كتاب الطالب و الأنشطة لمعاهد و برامج التربية الفكرية و الصف الثالث المتوسط الهدف العام معرفة الخلق الحسن الأهداف الخاصة أن يستمع الطالب و الطالبة إلى الحديث بشكل صحيح أن يذكر الطالب و الطالبة معاني الكلمات بشكل صحيح أن يطبق الطالب و الطالبة ما تعلمه بشكل صحيح الدرس الخامس عشر الخلق الحسن إذا لم يكن لدي الكتاب بالإمكان عبر كاميرا الجوال تصوير هذا البر كود وسيتوجه به مباشرة إلى رابط الدرس الرقمي وهو الخلق الحسن ما رأيكم يا بطال؟ ما الذين أفهموا من هذا العنوان؟ بالتأكيد و أضح من هذا العنوان الخلق الحسن الأخلاق الحسنة و الطيبة في تعاملي مع الآخرين تعاملي مع والدي مع إخواني مع زملائي أتعامل بأخلاق حسنة ما أرفع صوتي ما أمد يدي على أحد لا أخذ أغراض أحد أحاول أن أتحلى بجميع الأخلاق الحسنة عندما أكون مع الآخرين أتحلى بهذه الأخلاق الحسنة إذن في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق و إن الله يبغض الفاحش البذيء رواه التنمذي و قال حديث حسن صحيح إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق و إن الله يبغض الفاحش البذيء إذن الميزان عند الحساب يوم القيامة هناك ميزان للأعمال الأعمال الصالحة و الأعمال الحسنة هناك أشياء تثقلها يعني تكون لها وزن كبير جدا منها الأخلاق الحسنة إن تكون أخلاقي حسنة فإن هذا لها فضل و أجر عظيم من الله سبحانه وتعالى و تكون ثقيلة في ميزان الأعمال عند الله سبحانه وتعالى و تزيد من حسناتي و تدخلني الجنة هذه الأخلاق الحسنة و الله سبحانه وتعالى يبغض الفاحش البذيء يعني الذي يتكلم بالكلام السيء و يتصرف بالأفعال السيئة كذلك فإن الله سبحانه وتعالى يبغض فوائد الحديث من الأخلاق الحسنة طيب الكلام ثانياً اللين و الرفق مع الناس ثالثاً الإبتسامة و البشاشة في وجوههم أن حسن الخلق يثق الميزان المؤمن يوم القيامة ثالثاً كذلك أن يتحل المسلم بالأخلاق الحسنة رابعاً أن يبتعد المسلم عن الأخلاق السيئة التي يبغضها الله خامساً حسن الخلق دليل على حسن دين المسلم تطبيقات سلوكية يعني بعد بعض هذه الأفعال و السلوكيات نستطيع تطبيقها احرص على الاتصاف بالأخلاق الحسنة أتجنب أن أتكلم بما يكره الناس أتجنب كذلك احتقار الناس إذن دائماً أحاول أن أتحلى بالأخلاق الحسنة وأبتعد عن ما يجعل الآخرين يكرهونه فيني من الأعمال لأنه بالتأكيد هو خلق غير حسن و كذلك أتجنب ما يؤذيهم أتجنب أن أقوم ببعض الأعمال التي تؤذي زميلاتي أو زملائي إذا كنت في الفصل أتجنب دائماً الوقوع في مثل هذه الأعمال وأتجنب كذلك احتقار الناس يعني دائماً يجب علي أن أتحلى بالأخلاق الحسنة و الرائعة على سبيل المثال لو كنت أنا دائماً أجلس مثلاً لدينا هذا المثال إذا كنت أجلس مع زميلاتي دائماً مثلاً يجب علي أن أبتعد عن كل خلق غير جيد و غير حسن عندما أتعامل مع زميلتي فأنتحدث معها بالكلام الحسن أتجنب الأفعال التي تكرهها مثلاً عندما أشاهد هذه الحقيبة من الخطأ جداً أن أخذها مثلاً لأنها أعجبتني وأقوم بأخذها لأنني أعجبت بهذه الحديقة وأهرب بها وأقوم بعمل هذه التصرفات التي تجعل صديقتي غير راضية مني غاضبة مني يجب علي أن نتجنبها وأحافظ على أشيائها ولا أفعل الأفعال التي تغضبها وأطبق هذه السلوكيات الخاطئة التي تنفر الآخرين مني و غيرها من الأعمال والسلوكيات التي يجب علينا دائماً أن نتجنبها إذن أكمل الفراغ بما يناسبه من الكلمات الآتية من الأخلاق الحسنة الكلام الطيب أو الكلام البذيء حسنتم الكلام الطيب النشاط الثاني أرسم دائرة حول الإجابة الصحيحة من الخلق الحسن احتقار الناس أو عدم احتقار الناس من الأخلاق الحسنة هل هو احتقار الناس أو عدم احتقار الناس احتقار الناس يعني أتكلم معهم مثلاً شفته ضعيف ما يعرف يلعب كورة ما أحتقر هذا الشخص هذه لعبة عادة يعرف يلعب أو ما يعرف ليش أحتقره وأتوجه إليه بهذا الكلام هل هو من الأخلاق الحسنة؟ أشوف زميلي ما يعرف يلعب أقول أنت ما تعرفت لعب كورة لعب أنت بطي جداً أنت سمين أتكلم عليه بأي كلام بذيء وغير صحيح ويجب علي أن نتجنب هل هذا من الأخلاق الحسنة؟ أحسنتم بالتأكيد لا ونحن نتجنب الوقوع في مثل هذه الأعمال لأن من الأخلاق السيئة والأفعال التي يجب على المسلم أن يقترب منها أو يبتعد عنها أحسنتم أن يقترب عنها دائماً نحن نبحث عن الأخلاق الحسنة والتشديع الآخرين من حولنا والبشاشة في وجوههم وحسن الأخلاق لماذا؟ لأن هذه تثقل الميزان يوم القيامة يعني لي فيها أجر عظيم من الله سبحانه وتعالى وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام دلنا أقرابكم مني مجلساً يوم القيامة أحسنكم أخلاقة كلنا نريد أن نكون قريبين من نبينا عليه الصلاة والسلام إذن يجب علي أن أتحلى بهذا الخلق الحسن لأن أنا للأجور العظيمة من الله سبحانه وتعالى أن أكون قريب من النبي عليه الصلاة والسلام إذا كنت تحب شخص ما تفرح تكون قريب عنده مثلاً أنت تحب زميلك تحب والديك تحب أن تكون دائماً قريب منهم نحن نحب نبينا عليه الصلاة والسلام ما نحب نكون قريبين منه كيف أكون قريب من نبي عليه الصلاة والسلام في الجنة؟ في الحديث الذي ذكرنا قبل قليل كيف أكون قريب بحسن الخلق؟ أقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحسنكم أحسنكم أخلاقاً إذن من الخلق الحسن احتقار الناس أو عدم احتقار الناس؟ عدم احتقار الناس النشاط الثالث عن كتابة الحديث ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق مرة أخرى وقرأوه بعدي ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق الآن يا أبطال قوموا بكتابة هذه العبارة وإيقاف المقطع حتى إكمالها إلى آخرها أحسنتم يا أبطال ولنتذكر ونطبق ما تعلمناه ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق النشاط الرابع ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارات الآتية من حسن الخلق التكلم بما يكره الناس التكلم بما يكره الناس هل هذه العبارة صحيحة أم خاطئة؟ أن أتكلم بما يكره الناس هل هذا صحيح؟ لا ليس من حسن الخلق هذه من سيء الأخلاق أن أتكلم بما يكره الناس إذن العبارة التالية من حسن الخلق معاملة الناس بلطف أن أتعامل معهم بلطف يعني أكون قريب منهم أسلم على صاحبي الذي بجانبي أخي والدي أسلم عليه أضحك في وجهه أدعي له عند السلام عليه هذا من اللطف في التعامل إحتاج شيء مثلا أخوي الصغير إذا جاء يشرب الماء بعيد عنه الكاس ما يقدر يأخذ الكاس عشان يشرب مثلا من البرادة أو يأخذ علب الماء بعيد عنه أنا من اللطف و حسن الخلق أني يقرب هذه الموية و أقوله تفضل هذا الماء هذا من الأخلاق الحسنة و اللطف في التعامل مع الآخرين و رائع جدا عندما تقوم بهذا العمل و يثق الميزانك عند الله سبحانه و تعالى يعني كلك فيه أجر عظيم من الله جل وعلا حسن الخلق يثق الميزان المؤمن يوم القيامة أحسنتم هذه العبارة صحيحة صل الكلمة بما يناسبها في البداية لدينا من حسن الخلق الإحسان إلى الناس الإحسان إلى الناس الثانية من سوء الخلق الإساءة إلى الناس من سوء الخلق الإساءة إلى الناس دائما نحن نبحث عن الأخلاق الحسنة و التي تكون بالإحسان إلى الناس إن احتاج شخص صغير ضعيف إلى شيء فأني أقوم بتقديمي إليه فقير و محتاج شاهدته و أنا أستطيع المساعدة فأني أقدمها له أحد يحتاج إلى المساعدة مثلا في المشي في القيام أقوم بمساعدته كذلك كل هذه من الأخلاق من الأخلاق الحسنة و التي تكون من خلال الإحسان إلى الناس شكرا لكم يا أبطالي إلى هنا أكون وصلت إلى نهاية حديثي في هذا الدرس شكرا لكم على الإنصات و الاستماع و المتابعة لا ننسى أن نطبق ما تعلمناه و أن نكون من أصحاب الأخلاق الحسنة لأنها تثق الميزان العبد يوم القيامة و يكون له فيها الأجور عند الله سبحانه وتعالى ألقاكم في دروس قادمة إن شاء الله طبتم و طابة أوقاتكم و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته